يناير العجوزة أو إخفو سوغاس رأس السنة الأمازيغية مناسبة تحتفل بها شعوب شمال إفريقيا من واحة سيوة بمصر إلى جزر الكنار غربا مرورا بالدول المغاربية وضمنها الجزائر ويصدف الاحتفال يوم الثاني عشر جنفير من السنة الميلادية فمن أين أتى هذا الاحتفال؟ هناك من يرجع أصوله إلى انتصار الملك الأمازيغي ششناق على رمسيس الثالث في عام تسعمائة وخمسين قبل الميلاد حينما اعتل ششناق العرش الفرعوني ليؤسس الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين إلا أن التقويم الأمازيغي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأرض إذ يأذن ببداية الحساب الفلاحي وتحديد مواسم الزراعة والحصاد ما يجعل المحتفلة بالعيد موعودا بموسم حصاد وافر حسب الأسطورة ما هي أشهر الرزنامة الأمازيغية؟ يقسم التقويم الأمازيغي العام الفلاحي إلى 12 شهرا ويأتي أول أيام يناير في منتصف فترة تسمى اليالي تمتاز بكونها أشد أيام الشتاء برودة وتطلق على آخر أيامه تسمية أمرضيل أو يوم الاستعارة نسبة إلى أسطورة العجوزة فما قصة العجوزة؟ تقول الأسطورة أن شهر يناير كان يعد في الأصل 30 يوما إلى أن قررت امرأة عجوز مجابهة قوته في آخر أيامه حين خرجت لترعى أغنمها رغم البرد الشديد يناير اعتبر فعلة العجوز استفزازاً له فذهب واستعار يوماً إضافياً من فرار بغية الانتقام منها ليشتد البرد والعواصف ولا تستطيع العجوز الصمود أمام غضب الطبيعة يعد عيد يناير إرثاً تاريخياً لدى الجزائريين مع تنوع تقاليده باختلاف المناطق يجمع أفراد العائلة حول طبق الكسكسي الحلويات التقليدية والمكسرات أو ما يسمى بالتراز كما تعد فرصة لتبادل التهاني بعبارة أسقوسمجاز أو عاماً سعيداً ووافر فأسقوسمجاز للجميع